أبو علي عدوا لي عدوا سبع سنين عدوا صدفية برية من جوا ويحكي لما يطلع الدم ويبكي ماما عدنا متمم عدنا متمم يفوق ما عنده الطبع الله يشهد ويطيبون وعده غير أي طبيب ما يطيبهن بالعالم جعل من أمريكا يجون على هذه القضية أنا خادم لكم أهلا وسلام شكرا لأتصالك فريق العمل والشركة الربنانية بتابعوا مشكلتك دكتور برأيك لماذا ترامب حدد ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلن عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ألا يمثل ذلك تحديا لكل الأمة الإسلامية أي أمة إسلامية أنتم صدقائكم أمة إسلامية عمي هذولا يشال ليهم التليفون قالهم كلمتين قالهم أخلع عنكم ربوبيتي أنتو أنا ربكم وداعتش يقول معلمي ماك واحد ما قل له تأمر أمر وخذ فلسطين والكعبة شو رأيك مو فلسطين قالوا لأخذ فلسطين والكعبة قالوا قالوا إحنا حذرنا والله ما يسترجون أن يحشون ويضابط للسفارة الأمريكية موي طام اقسموا بالله العلي العظيم قادة العرب لن يستطيعون أن يرفعون أصواتهم فوق صوت ضابط بالمخابرات الأمريكية كل قيادات العرب بدون استثناء وليقول لك أتحداهم نمر بإزمة التفكير بإزمة الدماغ الحقيقي هذه الأمة التي فقدت كل خيراتها يعني الآن إذا ترام ودع أضرد ترام راح يودع خوش ودع ترام أبو علي يقول ما يكفي متذرون أنتو قايلة طلع جاسوس ما يكفي هاي فلوسك يا صابر وين راعت محمد بن سلمان هاي فلوسك وين راعت روح انت بيوم تسقط ثاني يوم تسقط هذا أمر الإمام الحجة أخذ أموالكم أونها خوش ليجي ببرة محمد ليجي ببرة ترام يلعن سلف سلف الناس الذين تعاملوا مع ترام وصحدوا ترام لأن الأمريكا تخاف على نفسها من السقوط لأن أمريكا إذا تجزع الاتحاد السوفيتي إلى عدة دول فوالله أمريكا تتجزع إلى عدة قرى وعلى هذا الأساس أنتو انتبهتوا قبل يومين حينما اجتمع بوتن بمن بالقساوسة قالهم سنرجع اليهود الذين سافروا إلى إسرائيل إلى سوريا وهذا الأميرة ما لا يملك هذا شنو هذا التطبيع له مو تطبيع لكن إحنا علينا نسكت إذا يطبعون بسوريا علينا نسكت بس إذا يطبعون بالسعودية علينا نطبل إذا سوريا إذا سوريا ما ترد على القسر الإسرائيلي الغير الماجن ترجمة نانسي قنقر